هذا كالشاب عدلان ليلا يمولو خمس ملاير ولا ست ملاير ومريض مسكين مروق بنتا وقيل الله عنه من البوليدة وبعتوه يدوي فرنسا في آخر رحضة جاء وزير الصحة قال باللي الدولة تكفل به وبدأت الناس تسأل ويسخساوني يعني أنا واحد مسخساوني مادم الدولة تكفلت به هذ المال وش يدير به وش كون يديه وين يروح هذ المال يتقوا الله المال ماله سعدلان هذا المال الذي يجمع لأجلك وسلم لك مالك شرعا حلال عليك ولو الدولة تكفلت به وعليه الإنسان في الحياة عنده غير ركبة تعو هاي الدولة داوات له ركبة تعو وجاء باري عنده درهم يصبح يدير مؤسسة يبني يبني دار ليه الخوط والمالية يعني وش دخلكم وش دخلكم حتى أن استمعت وحد يقول ما دام الدولة تكفلت به ما دام به يردد درهم لما ليها لا 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 خلاص المال لا يعود لا يجوز العودة في العطية واحد راح واحد راح صدق الواحد ومن بعد كيفها الاخر يقول له يردد درهم وخلاص المال ماله خرج من ملك صاحبه فالمال ومال عدلان يفعل به ما يشاء وما تدخلوا شو لكم تبقى وتتحوسوا بوش يدرب الدرهم يدرب الرأس وانتدرت صدق مع ربي درتها لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا درت حاجة لوجه الله ومن بعد تبقى تقول ما دام دولة تكفلت به يعود يردد درهم الله يهديكم درهم وتاعوا تعدلان تزوج بيهم ابني دار واسع لروحك ابني مدرسة تدبر رأسك دير بيهم الحلال دير بيهم الحلال ما